استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر الإقضابية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على تبني الاستراتيجيات التي تضمن التعامل الأمثل مع متطلبات المرحلة وتهيئ المستقبل أفضل لمملكة البحرين وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وأكد سموه على أهمية توجيه الجهود نحو البناء وتحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن والارتقاء بحياة المواطن وتحقيق مكاسب جديدة تعزز الريادة البحرينية التي طالت مجالات عدة وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة بالشأن الوطني وبخاصة تلك المرتبطة بتاريخ وتراث البحرين حيث شدد سموه على أن تاريخ البحرين حافل بالمحطات التاريخية المضيئة التي تستحق أن تقف أجيال اليوم والمستقبل عندها لما تحتويه من دروس في البذل والعطاء في سبيل الوطن ورفعته رفعته